ازايكو شباب عامليني للأخبار معاكو عبدالعاطي خالد آآ طالب امتياز ان شاء الله النهاردة هنشرح تطول للرقم تمانية اللي هو بعنوان بس خلونا في الاول آآ ندعو لزمائلنا آآ لتوفاهم ربنا خلال الطريق ان ربنا يغفر الله ويرحمهم ويرزقهم جنة في الدوسة الاعلى آآ وندعو برضو الاهلين في فلسطين ان رب يرزق اهالي شهداء الصبر والسلوان ويجعل بأسهم شديد على عدوهم وان شاء الله آآ نبدأ في في التوتوريال النهاردة بالصلاة على الرسول الله صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويواصل لي امري وحل العودة تماني ثانية قو قولي. ان شاء الله هنتناول آآ آآ بتاع بتاعته وازاي بتاعته وازاي بتاع آآ جود كيبي اي وازاي نطبق دي في بتاعنا وامثلة عن الكيبي اي في الهيلسكير آآ فان شاء الله آآ يعني ايه آآ كيبي اي ده هو التوتوريال بتاعنا بآ ببساطة خالص ومن غير اي تعقيد هو عبارة عن تارجت انت عاوز توصله تمام فانت عاوز تعرف هل انا ماشي في طريق التارجت ده ولا لا هو ده هو ده كيبي اي اي ده عبارة عن مؤشر آآ بيقول لنا هل انا ماشي في الطريق الصح ولا لا هل انا ماشي للطريق اللي انا اخره التارجت بتاعي اللي انا عاوزه آآ ولا لا فهو بيقول ايه 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 اي مؤشر دي لازم اقضى رئيسه عشان اعرف من خلاله انا انا هوصل للطرجت ولا لا هو لو مش بيتقاس انا عرف من خلاله كده اللي انا اعرف اللي انا وصل للطرجت ولا لا هو من برضو الكيبي اي ده بيمكننا اللي احنا نشك بتاعنا آآ من خلال الحاجات اللي احنا اصرفناها آآ على الكيب اي ده هل هو مناسب لمدى النجاح اللي احنا هنوصل له ولا لا? وبيحدد الوقت اللي ممكن نوصل فيه للتارجت اه هل النجاح اللي احنا وصلنا له ده اه موازي لكمية الجهد والوقت اللي احنا بزلناه ولا لا? اه في اللي بيقول لك ان لازم كل واحد يعمل بتاعته. ليه? عشان دي شيء ضروري بغض النظر عن طبيعة العمل واي عنصر عناصر في طبيعة العمل دي بغض النظر عنها لازم يكون ليه معين عشان الكيب اي ده هو اللي يحدد لك هل انت هوصل للتارجت ولا لا? اه وكل كيب اي كل شغل او طبيعة عمل ليه كيب اي محدد? هل كيب اي للمستشفى زي كيب اي للمصنع زي كيب اي للشغل الاكاديمي زي كيب اي للشغل العملي? لا كل حاجة لها كيب اي معينة لازم نعرفها ونحددها عشان نوصل للتارجت الاساسي من بتاعنا. تمام? فهنا الاستايل دي بتأكد برضو ان فيه ديفرنت كيب اي للديفرنت بيزنس. طيب ان شاء الله هندخل في الجزئية جديدة وهي عبارة عن الجود كيبي اي عشان يبقى عندك جود كيبي اي لازم يكون فيه متوفرة فيه وهي دي خمسة. اه هي الميجر والتارجت والسورس والفريكوانسي والاونر. يبقى لازم اه الكيبي اي دي يقدر يتقاس عشان اعرف من خلاله هل انا وصل للتارجت ولا. التارجت لازم ان يكون عندي تارجت اما انا بعمل كيبي اي ليه? يعني اعمل المؤشر. وانا ما عنديش تارجت اصلا. لازم ان يكون عندك داتا سورس. والداتا سورس دي لازم ان تكون كلير عشان تقدر نقدر آآ يعني ناقسها ونقدر نفهمها عشان نطبق آآ ونقدر نوصل للتارجت. لازم ان يكون سابت مثلا اي حاجة اي يكون مراجعة مستمرة للكيبي اي بتاعك عشان تقدر من خلاله لو في اي او اي حاجة نقدر نصلحها وقبل طايم ينفز ونقدر نوصل للتارجت بتاعنا دي من ناحية السلبية او من ناحية الايجابية لا الريبورت ده موضح اللي احنا ماشيين بطريق صح فبالتالي نكمل في الطريق دي عشان نوصل للتارجت بتاعنا لازم يكون في حد مسؤول عن عشان هو اللي يقدر يقول لنا هل احنا ماشيين صح ولا هل احنا لازم لا ده احنا لازم نتشجع شوية لازم لا نصحح الجزئية الفلانية في الطريق الفلاني فلازم كل جزئية لازم يكون لها حد مسؤول عشان نقدر من خلاله هو اللي بيمثل لنا الجزئية دي هو اللي بيمثل لنا بتاعنا اللي بيقول لنا هل احنا مشين صح ولا فالمجر لازم كل لازم يكون عنده مجر ازا بيستوان مجر اللي يفرق عن هو اللي يكون المجر بتاعته التارجت لازم يكون عنده تارجت معين داتا سورس لازم تكون كلير كلير داتا سورس عشان تقدر وتقدر تفهمها وتقدر تطبق الريبرت فريكنسي لازم تكون تقاريرات واضحة في دفرنت تايم عشان نعرف هل احنا ماشيين صح ولا ولا والاونر زي ما احنا قلنا ان هو لازم يكون في اونر للكيبي اي عشان نقدر من خلاله انه بعارفين هل اه هو هو اللي يكون مسلنا ويقدر يقول لنا احنا ماشيين صح ولا فالسلايت دي 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 ازاي بيقولك ان يكون عندك اه يعني مثلا اه ازاي يعني ازاي تتطور الكيبي اي بتاعك ويبقى عندك كيبي محترم تقدر من خلاله توصل للترجب بتاعه بتاعك فاسهل باسهل طريقة وبقال التكاليف وكده فلازم يكون انت عارف من شغلك انت عاوز ايه انت عاوز ايه من شغلك وفي وقت قد ايه لازم تحدد العناصر والوقت اللي انت ناوي اه تصرفهم على 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 الطريق بتاعك او الكيبي اي عشان توصل للترجب بتاعك والكل كيبي اي لازم في خصاص لازم انت تتوفر في الكيبي اي بتاعتك عشان يكون كيبي اي صالح وسليم اللي توصل من خلاله للترجب بتاعك ولازم ان تبقى لازم لازم يكون الكيبي اي دي واضح وعشان يتفهم ويتعمل به وكل عناصر المسئولين عن الكيبي اي يبقوا فاهمينه ومشيين على طريق واضح اه يقدروا من خلاله يوصلوا الترجب بتاعه ولازم ان يتراجع زي ما احنا قلنا اه ولو يحتاج يتغير يتغير يعني زي ما بنقول كده لازم اللي يكون عنده ويتجنب فنيجي نقرأ بتاعتنا هو بيقول لك ايه اه 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 لازم ان تحدد انت عاوز تحقق ايه وعاوز اه تستخدم ايه عشان تحقق الترجب بتاعك ولازم ان تحط معينة عشان تقدر توصله والخصائص اللي احنا قلنا عليها بالنسبة احنا لخصناها في حاجة اه في كلمة بسيطة اه خالص اسمها دي لازم كل كيبي اي زي ما احنا قلنا اللي هو مخصص لمجال معين اه مش المستشفى زي الكلية زي المصنع لأ كل كيبي اي مخصص للترجب اللي عاوز يوصل نوصل ليه اه الام مش هربول لازم لازم زي ما احنا قلنا اللي هو قابل القياس عشان نقدر اه اه هل المؤشر دي فعال ولا لأ والاي التنشابل اه والار الريلياستيك والتي طايم باوند يعني هل اه لازم نكون واقعي مقادر للتحقق اه في الوقت اللي احنا عاوزينا اه لازم برضو يبقى يبقى بتاعنا كلير عشان ونقدر نعمله. ونحط يعني لو احتاج يتغير او كان فيه وتغير عشان نوصل للترجب بتاعنا قوي لازم اه الصورة دي سهلة ولزيزة وبتوضح اه خصاص اللي هي كلمة يا ريتني بنزكيرها عشان دي برضو موضع اسئلة ممكن تتسئل فيها. ان شاء الله دلوقتي هندخل في حاجة اسمها اه اللي هي بتتقسم بروسس او 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 بيطلع علينا او او برودكت معين دي دي اللي في الاخر اللي هو احنا بنقول عليه بنطلق عليه التارجت ده بتاعتك اللي هتساعدك اللي هتساعدنا في التقييم بتاعنا في التقييم بتاعنا الشغل اللي انت هتعمله علشان توصل للأوت بوت بتاعك اللي طلع اه من نتيجة بتاعتك واللي انت عملته عشان تطلع بتاعك اللي يفرقوا عن الاوت بوت دي اه بس الفاليو. الفاليو اللي فيه هل هو في فاليو ولا هل البرودكت ان انت طلعته ده في فاليو اللي انت عاوزها اه ولا لا. فلازم نبقى نبقى نركز في حكاية الطايب زي ديت عشان برضو اه موضع اسئلة ونفرق مبين الاوت بوت والاوت قام عشان فيه لغبطة ما بينهم بس هي سهلة بسيطة الاوت بوت هو عبارة عن البرودكت اللي يطلع بس الاوت قام هو البرودكت بس هل فيه اللي انت كنت عاوزها ولا لا. ان شاء الله بعد كده ندخل في حاجة برضو لازما ناخدها في بالنا ولازما ان شاء الله هندخل دلوقتي في كوزئية مهمة جدا وهي الفوايد اللي هترجع لي لو انا عندي اه كويس ومحترم اه اول حاجة انت هتقدر تحقق التارجت بتاعك وبقل الخسائر وبقل تكلفة وقت ومال وتكلفة مجهود فهو انت بيخليك تركز على البلان بتاعتك وبتشوف ماشي ازاي وبيحدد وهو ماشي ناحية اللي انت عاوزها ولا وبيخلق تواصل بين الفريق الواحد اللي تحقيقي الهدف وبيدي هل انت ماشي صح ولا زي ما احنا قلنا لو كان في في من خلال المسؤول اللي هو احد بتاع اللي بيقول لي لا ده فيه فاحنا لازم ان نصلحه وعشان نقدر عندنا محترم ونقدر اه نوصل للتارجت بتاعنا دلوقتي هندخل لامثلة للكيبي اي عشان نعرف اه نطبق ازاي او نعرف الكيبي اي بيبقى ماشي ازاي فهو اول بيقول لك اه فيه كول سنتر اه كول سنتر يبقى انت بتاعه ايه كول سنتر دي هو التارجت بتاعه يبقى كول سنتر دي كول سنتر محترم كبير اه الرضا العامين عنده اه اهم حاجة فلازم الكيبي اي في مدخلاته ولازم ان يكون حطين في دماغنا اه واحنا بنحط الكيبي اي بتاعته النمبر اه في كل عدد المكالمات وعدد الاجتماعات النجحة وعدد العملاء اللي هيكونوا راضيين عن عن الخدمة بتاعتنا فلازم كل الحاجات دي تكون موجودة في اه كول سنتر دي عشان يحقق بتاعه اللي هو الوصول اللي يكون كول سنتر محترم تتعاقد مع الشركات اه العملاء بتاعته تبقى اراضيين عن الخدمة اه بتاع كول سنتر ده ان شاء الله بقى هندخل الهدفنا الرئيسي بقى اللي هو ازاي نكتبق الكيبي اي في الهيلس كير الرعاية الصحية بتاعتنا ازاي بقى ازاي بقى عندنا في الناحية الطبية كيبي اي اول اول حاجة يعني احنا قلنا الكيبي اي دي فكرته مؤشر اه من خلاله نقدر هل احنا وصليني للتراجب بتاعنا او لا طب التراجب بتاعنا في الهيلس كير هو عبارة عن ايه هو عبارة عن بوسطة خالص البيشن طيبة عنده ورضى بالهيلس كير اللي اتقدمت له فالكيبي اي دي احنا منحط المؤشرات دي من خلالها نعرف احنا وصلنا للتراجب بتاع الرعاية الصحية بتاعتنا ديت هل المريض ماشي من المستشفى راضي بالرعاية الصحية اللي اخدها ولا لا فهو بيقول لك ايه اه هو اه لازم نقيس رضى العميل واللي بيقدمه الهيلس كير لازم يكون في توازن ما بينهم وكده زي ما هناخد قدام ان شاء الله هنيجي دلوقتي هندخل اه في جزئة اه يعني تكملها للتعريف بتاعها اللي هو المتريكس دي اه كومين ليوز باي كير فاسيلتس تو كومبير زير بيرفورمانس تو اذر كير فاسيلتس اد اد انتفاي اريا ا اف امبروفمنتو يعني ان انت لازم ان يكون في مقارنة ما ما بين ال اه الفاسيلتس وبعضها عشان تشوف ده كويس ولا عشان تعرف انت ماشي مثلا صح ولا لازم ان تقارن نفسك بزميلك عشان تعرف انت بتذاكر صح ولا عشان تقدر هل انت ماشي على الطريق صح ولا يعني مثلا من ناحية المذاكرة وكده فانت بتشوف زميلك انت تقارن نفسك به فانت تعرف من خلاله هل مذاكرتك صح ولا فبالتالي ترجع لمذاكرتك وتطور نفسك فيها بيقول لك طب انت ليه يعني ليه لازم نحدد عشان بيقول لك دلوقتي مش ما بقاش قايم عن الخدمة العلمية اللي انت هتديها المريض لا لازم بقايم برضو عن المدى الرضا المريض ومدى الهوزبتال اللي كانت مريحة للمريض والكست بتاعها التكاليف بتاعتها كويسة ولا فلازم نحط نحط كيب اي معين عشان اختلاف التارجت اللي هو ما بقاش تارجت علمي بس لا في حاجات تانية بتدخل معاه بتحدد الرعاية الصحية القوية اللي خد المريض ناخد بقى اكزامبل للهيلس كير فاسيليتس زي الامرجانسي روم ويت تايم ايه الامرجانسي روم ويت تايم هو بكل بساطة خالص هو الوقت اللي بيستخرقه يعني الوقت اللي بيستغرقه للمريض من اول لما بيدخل الاستقبال لغاية لما بيلاقي حد يتعامل معاه ويعرف مشكلته ويعرف اه يعالجها فاحنا فهو متعرف ازاي الامرجانسي روم ويت طايم اه كي بي اي هو زا امونت اوف طايم بتوين ارايفل اوف ابيشانت انزا امرجانس روم اند زا مومنت اه هي او او از ميت باي اكير بروفايدر ونحددها بمعادلة بسيطة خالص لو هي سهلة بسيطة هي التوتل طايم التوتل ويت طايم على النامبر اوف بيشانت انزا امرجانس روم يعني الوقت البيشانت قعدوا عشاء لغاية لما الدكتور قابلوا وتعامل معاه على عدد المرضى اللي موجودة في امرجانس روم تاني اكزامبل اللي هو الافريج الافريج اه هوسبيتال استايل اه يعني متوسط اقامة الاقامة في المستشفى يعني مدة اقامة المريض في المستشفى فاحنا بنقول عليها وبتتأس بطريقة سهلة وبسيطة على هي يعني الوقت الفترة الزمنية للأقامة على الفترات كلها للأقامة طب دي هتفيدنا في يعني لما مثلا هل اللي داخل في حادثة قوية زي اللي مسلا دخل بجزع يعني جزع في رجله وبس لا دي اقامة المريض ده بتختلف عن اقامة المريض ده فبالتالي عدد السرير في بعض الاقسام هتختلف في عدد السرير لبعض اقسام التانية فهو هنا بيقولك يعني بعض الاقسام يعني بعض المرضى اللي هيجوا لك باختلاف الشكوى المرضية بتاعتهم بتاعته هتختلف على حسب الشكوى بتاعته فبالتالي لما نعرف الشكوى بتاعته والفترة اللي احنا هيعودها في القسم ده فاحنا هنوفر للسرير هنوفر بعملين حسابنا قبل ما ييجي فلما ييجي يلاقي في رعاية صحية منتظرات والتالي وصلنا للتراجب بتاعنا اللي هو يخرج بعد ده عنده للهير سكير دي ان شاء الله في اكزامبل تاني هناخده اللي هو عبارة عن وهو يعني طب دي هيفيدنا في لما نحط كبا هيفيدنا هنعرف مشكلة الناس اللي مخدتش ديت اه اه ايه سبب مخدتش هال منطقة نائية هنروح لهم هل نقص في التطعيمات في نائة فهنروح نودي لهم التطعيمات فدي هيفيدنا جدا وبنقيسه عن طريق على في مية هناخد برضو مثال تاني هو بالنسبة دي ايه الزامبل تاني بالنسبة وهو بيقيس معدل بالنسبة الدكاترة الموجودة وهو بيتأسف عن طريق النمبر للنمبر وهو ببساطة بيعمل كومبيرنج للنمبر وفصطف للنمبر أوف بيشن يعني بيقيس او بيقارن عداد الدكاترة بالنسبة لعداد المرضى عشان نقدم منهم اقل رعاية صحية هم ما عاوزين وبكده ان شاء الله يبقى خلصنا توتوريال النهاردة واتمنى اللي انا اكون فضلكم وشكرا جزيلا